اكتوبر وسبتمبر شهر يمني متصل وفعل ثوري مستمر ففي احدهما دك اليمنيون عرش الاستبداد وفي الثاني اشعل الارض نارا تحت اقدام الاحتلال ومن يومها من ستينيات القرن الماضي وكلما درت الشمس دورتها فعاد سبتمبر واكتوبر كل عام وجدت جراثيم الامامة وقابلية الاستعمار نفسها في مواجهة الشمس ثورة لا يطيقونها لتتكرر في التاريخ دورة المواجهة التي يقف فيها الشعب في مواجهة الاستبداد والاستعمار معا حيث العلاقة بين الاستبداد والاستعمار علاقة مؤكدة ادركها اوائل الاحرار ولخصها الثائر القردعي بشطر بيت قال فيه قد هم على شور من صنعاء الى لندن التخادم بين الاستبداد والاستعمار قديما وحديثا تقابله الحقيقة الاقوى حقيقة واحدية الشعب في نضالاته وثورته الثورة التي عاجزت اذيال الامامة ان تغطيها بمنخل الحاد والعشرين من سبتمبر مثلما تعجز اذناب الاحتلال عن تمس حقيقة الوحدة الماثلة في كل تفصيل من تفاصيل ثورة اكتوبر الثورة التي خاضها اليمنيون باسم اليمن الكبير بجغرافيته الواسعة وتأريخه العريق انتصارا لحرية اليمنيين كل اليمنيين فسلاح لابوزة الذي دوى من جبال ردفان مشئلا ثورة اكتوبر كان قبلها على جبال المحابشة في حجة يطلق رصاصاته دفاعا عن ثورة سبتمبر والشهيد الفدائي الذي ارعب الاحتلال حيا وارعبت جنازته المحتلة بعد ان خرجت عدا كلها لتوديعه لم يكن سوى ابن تعز عبود الشرعبي ولابوزة وعبود ليس سوى مثالين من الاف الامثلة الناصعة في سجل ثورة يمنية اتحدى فيها اليمنيون فارعب الاحتلال والاستبداد واذنابهما الثورة التي كان اول هدف لثوارها التحر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما المخلفات التي عادت بعد نصف قرن من الزمان لتنتقم من سبتمبر واكتوبر عبر اعادة الاستبداد وتحقيق هدف الاستعمار في تمزيق الوطن فوجدت امامها شعبا حيا ينبض قلبه باهداف سبتمبر واكتوبر ويؤكد عمليا للمخلفات ان مكانها الطبيعي مزبلة التاريخ وسلة المحذوفات اشتركوا في القناة